وصلت وزارة الدخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 351 قضية تمونية بمضبطات بلغت قرابة 62 طن ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 15.5 طن سلع وفي مجالي حجب وبيع بأسعار أزيدة لمواد البناء تم ضبط 25 طن أسمنت أما في مجالي عدم الإعلان على الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 21 طن وفي مجالي قضايا المخابس تم ضبط 312 قضية من بينها 100 قضية لخبز نقص الوزن و85 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجالي ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلية تم ضبط 14 قضية بمضبطات أكثر من 192 طن أقماح محلية ترجمة نانسي قنقر